ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي هو لا يزال المرشح الأقوى لتدريب نادي الزمالك أطلع مفاوضات زي ما قلتلك مع ثلاث أو أربع مدربين لكن الاتجاه الأقرب إلى اختيار ميكالي المدرب البرازيلي بيقود المنتخب الأولمبي وهناك محاولات للاتفاق معه بشكل نهائي علشان يقود نادي الزمالك ما بعد الأولمبيات الزمالك برضو قصة زيزو أحمد زيزو والفترات اللي فاتت برضو أشيع أو مش أشيع هو تقال وإحنا قلنا هنا أن فيه عرض وفيه اهتمام كبير من نادي الشباب السعودي وهو طبعا عرض مهم جدا دولة السعودي متطور وتطور بشكل كبير فالفترة الأخيرة وأصبح يضم لاعبين كبار على رأسهم طبعا كريستيانو رونالدو والمسؤولين في الشباب السعودي عرضوا ستة مليون دولار لضم أحمد زيزو إلى الشباب السعودي في يناير الجاري المسؤولين في نادي الزمالك بيرفضوا العرض لأنه بيعتبروا أن العرض دوت هزيل جدا ولا يتناسب لا مع قيمة اللاعب ولا قيمة النادي واشترط المسؤولين في نادي الزمالك الحصول على 12 مليون دولار دولار يورو بقى مش فرق كتير لكن في النهاية الرقم هو 12 مليون دولار بيشترط نادي الزمالك للموافقة على الاستغناء عن أحمد زيزو نجم مصر اللاعب الأول في مصر حاليا وبالتالي اشترط كمان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن تكون المفاوضات ما بين رئيس النادي يعني ما بين حسين لبيب وما بين رئيس نادي الشباب السعودي دون تدخل أي موسطاء في إتمام الصفقة ده في حالة يعني إذا رغب المسؤولين في نادي الشباب السعودي إتمام التعقد طيب أحمد فتوح جدد لنادي الزمالك لكن باب الرحيل أو باب بيعه مفتوح لدى إدارة نادي الزمالك في حالة تلقي عرض يليق باللاعب وإمكاناته دلوقتي ما بنسمعش عن إمكانيات اللاعب دلوقتي هو العيب عادي المهم يعني أحمد فتوح بقولك الخبر الخاص به أحمد فتوح أنه في حالة تلقي عرض جد وعرض أوروبي يليق باللاعب بعد أمم أفريقيا اللاعب حاصل على وعد من المسؤولين في نادي الزمالك أن يكون العرض طبعا قوي وفي نفس الوقت هيتم الموافقة عليه بشكل نهاي ده في حالة طبعا يكون الرقم يناسب إدارة نادي الزمالك لكن إدارة نادي الزمالك محددتش الرقم بالزبط لكن أثناء طبعا المفاوضات على التجديد إدارة نادي الزمالك قالت لللاعب أو تحديدا حسين لبيب قال لللاعب إن إحنا مش هنقف يعني أمام أي لاعب بيكون طبعا عايز يرغب في الرحيل واخد تجربة الاحتراف لكن بشرط إن يكون المبلغ المالي يتلاقم مع إدارة النادي وإسم النادي وفي نفس الوقت مع إمكانات اللعب ده يمكن أخبارنا ما تنساش قبل ما أطلع فاصل واستقبل كابتن ندر السيد نجم مصر ونجم أخبارنا